كما بعث رئيس الوزراء بتحية للقوات المسلحة التي بفضلها تجنبت مصر اضطرابات شديدة وصعبة مشددا على ضرورة وقوف المصريين جميعا ضد محاولات التشكيك في الدولة وفي مؤسساتها وطلب رئيس الوزراء المواطنين بضرورة التركيز على بناء الدولة والعمل للخروج من الأزمة الراهنة التي توجه العالم ارجو ان احنا نقف كلنا كمصريين وننظر الى ما يحدث حولنا ونحمد الله على نعمة الاستقرار والامن اللي احنا موجودين فيها وعايز هنا اقف واحيي قوتنا المسلحة هذه الدولة ربنا منعم عليها بالاستقرار والامن بسبب هذه المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية اللي ما عندهاش اي مصلحة ولا اي اهواء ولا اي انتماءات الا للوطن واعتقد لو بصينا برضو حوالينا من غير ذكر اي اسماء بنشوف مدى ان نتيجة لان قوة هذه المؤسسة في مصر وقدرتها انها تحفظ امن هذه الدولة الحمد لله مصر بتتجنب طرابات شديدة كانت ممكن تبقى نموذج احنا تبقى عندنا واصعب بكتير في دولة فيها 100 مليون واكتر